اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ان التحق كنت اماما خطيبا في احد مساجد العاصمة وهي بير خادم وانتقلت الى بير خادم بين هذين المسجدين والتحقت في شهر مارس 26 مارس سنة 1894 التحقتوا في كتيبة جبل اللوح عند الشيخ صوان في 26 مارس 1994 حينها عينني الشيخ عبد القادر صوان كلفني الشيخ عبد القادر صوان بمهمة القضاء بين النظر في القضايا والنزاعات التي تحدث بين الجنود على مستوى كتيبتي فقط وضابطا شرعي وكلفني بمهمة الدعوة دعوة الشعب اخرج للشعب وادعوهم الي اقنعهم ب حكم الجهاد كنا دينين جهاد شرعي بما انني لم اكن من الرجال الاوائل الذين فجروا واصلوا وحرضوا على العمل المسلح انه فرق في التاريخ بين سنين وتسعين والربع وتسعين لما اتحقت وجدت في الساحة ساحة العمل المسلح وجدت نفسي اجهل كثيرا من الامور العمل اللي عليه العمل المسلح الشيء لي كنت كنت اجهله قبل ان انتحق فقد هضمته فقد شاركتهم في منهجهم واشاطرهم في اعمالهم المختلفة في كل الامور اصبحت فردا منهم فضلا انني ضابة شرعي قاضي مكلف بالبسمو اصلي بهم افتيجهم الى غير ذلك نهاية نهاية الـ 95 وبداية الـ 96 ظهر لي امر خطير وهو ان العمل المسلح ستكون له عواقب بخيمة قد ادرقت في امارة جمال زيتوني المدعو عبد الرحمن ابو امين جمال زيتوني اعرفه معرفة شخصية في بير خادم قبل من التحق سمعت انه التحق لما التحق التحقت انا سمع بي انني التحقت في جبل اللوح بعث الي رسالة خطية لم تصني سمعت بها ببعث رسالة ثانية وثالثة لم تصني كان الشيخ القادر هو ليسحب يتلقى الرسائل بسرح لي سمع بي وسمعت بي هو في الشريعة وليت البليدة وانا في جبل اللوح ادركت ان المنع العمل المسلح يسير الى فساد قيف وما هي العلمة انه بدت تظهر واحد المظهر انت عنث اتهمات الباطلة انت جزاري انت مبتدي انت حزبي انت طرق انت قطبي يعني هذه اول مرة نسمعها ما سمعتها لا في الحياة المدنية ولا سمعتها لي هذا باطن شخبت القادم صوان انا عارف اكتر مما يارف اصحاب البليد اكتر مما يارف جمال زيتون اعرف معرف منذ كنت سمعته بل بل 12 سنة في عمري وانا وانا اليوم قد قضيت 28 سنة في ساحة العمل المسلح بكل مشاكله ومتاعبه فها انا اعلن توبتي من العمل المسلح واعلن ندمي عن تورطي في هذه العمل ونتائجه وابرأ منه واطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولا ابالي بما يقال وبما انبز به لا من ساحة تنظيم القاعدة بلاد المغرب الاسلامي او انصارهم او الشباب الذين يفكر في فكرة العمل المسلح لا ابالي بهم ابدا فكرة خاطئ الذين افجروا العمل المسلح مكنش في المستوى واليوم بحكم اني كنت امير منطقة الغرب تحت راية الجماعة السالذية للدعوة والقتال من شهر اوت سنة الفين واربعة الى الفين وثمينة اعرف مراءها ومجلسها الشوري اعرفهم ما اعرف جيد في تلك الفترة كانت جنود المنطقة يتراوحون ما بين مئة وخمسين مئة وستين الى حد الوقت الذي استدعيته فيه الى عبدالودود بيتزيوز وهي ماشي منطقة انتعى استدعيته لمهمة فالذي كنت اعرفه هو عبدالحفيظ ابو تمام حبال ابراهيم تولى الامارة بعض وثم قتل في السنة المناطية والذي خلفه اليوم ولا زل لحد الساعة هو ادريس فانا اليوم ادريس مباشرة فاقول له يا يا ابو مدين دباه المدعو ابو خليل ادريس لا شك انك تعرف العلاقة التي بيني وبينك علاقة في قمة المحبة وليس بيني وبينه شر فهو الرجل الذي عنده مستوى منطقة الغرب عاصم ثم يليه ابو تمام حبال ابراهيم ثم هو فانا اليوم اسمع عنك ما زلت حيا اليوم ادعوك كما كنت ادعوك الى واحردك واثبتك واثبتك العمل المسلح فانا هاء اليوم ادعوك لان تسمع الي تسمع لي ولا تترك فرصة للشيطان ان يوسوس في نفسك وتظن بيظن السوء فحذاري فادعوك الى دعوة الحق فانت تراجع نهائيا وتستجيب استجابة سريعة صادقة خالصة ولا يعتريك الشك بان ورائي كذا وكذا مما تظن بي فانا اقول لك وبكل صدق واخلاص انني توبت من العمل المسلح فاسمع مني فقد توبت ونادمت من تورطي في العمل المسلح ولا تترك للشيطان يوسمش اليك وتستشير يوسف العنابي امير التنظيم فانا اتوقع بانك قبل ان تستجيب الي تمرر الفكرة الى الامير اليأذن لك وتستشير فيها فيوسف العنابي لا يأذن لك في ذلك انت لا تنتهي في حياتك الى يوسف لا تنتهيش الي انما تنتهي الى الله سبحانه وتعالى فبادر ومن معك رجوع الى الحق كما وصلت اليه انا عن قناعة كاملة فانا ادعوك لان ان تدخل هذه القناعة الى قلبك الى قلبك ثقة في ان لم تثق في تحمل مسئوليتك فانا اليوم بين يدي قوة الامن الحمد لله رب العالمين عملني معاملة لا كنت اتصورها معاملة سوف تدركها باذن تعالى وان كتب لك الله الخير والهداية والسداد والرساد تقول قالها عاصم لي لعلكم تظنون بانني اخاطبكم تحت الزغط او الاكره تحت قوات المخابرة كلا والله ما حدث هذا والكلمة هذه كانت من رغبتي هذه الدعوة الموجهة الى المسلحين كانت من طلبي لماذا لماذا تسألوا لماذا كانت طلبي قالوا لك الاختيار ان تتكلم او لا تتكلم لك الاختيار لكن انا الحاجة عليهم ان اتكلم لماذا بان امر شرعي امر شرعي ان الانسان اذا تاب اذا ندم من ضنب ولهذا هناك خلل بين وبين الشعب ان ظلمت الشعب ظلمت الشعب في دمائه في جانب الجوانب الشعب الجزائري لا شك انه تضرر كثيرا من العمل المسلح في عرضه في دمه في ماله حقيقة واقعة لا احد ينكرها من اثار العمل المسلح الذي كان يرفضه ولا زال يرفضه فانا اطلب العفو من الشعب رجالا ونساء وليس من قوات الجيش فقط على مختلف اسلاكها ووضائفها انا اطلب منكم جميعا صغيرا وكبيرا العفو كشهادة مني اتمنى ان تصل الى تنظيم قاعدة الجهاز في بلاد النغرب السبق لي وانني حصرت واضطررنا الى الدخول في نفق تحت الصخور وبقي ما يقارب الشهر بالثمانية وعشرين يوم في جو وبن وعطش ومر حتى كشف احد اليونود من العسكر كشف الغار فنادى وتوقف التشكيل عند ذلك لما تأكدنا وعلمنا انهم تنقنوا رانا رحم رحمي يقتلون رانا رحمي للقتل فانا ناديت المجموعة اللي معايا قلت في يعني حتى ما قدش نهدر قلت لهم اخ عيط قلوا لهم اننا نسلم منفوسنا فنادى الامير انتعنا وهو اسامة ابو سفين نادى عن الجيش والجيش اتأكد بان الغار فيه فردوا عليه بان قالوا لهم كم انتم قال لهم سبعة قالوا له السامن ورا الجيش على بال وباليران احنا ثمانية قالوا له السامن مات ورحمته بجانبنا برا خارج النبو عند ذلك حرضونا افراد الجيش على الخروج خرجوا الاسلحة انا اولا اولا وامبعد نبدأ في الخروج واحد فتم ذلك كما طالب لما خرجت انا انا اخر من خرج انا اخر من خرج خرجت بمحاولة بجهد كبير كادوا اني سحبوني لما كان خرجت بالصدر انتاعي عونوني افراد الجيش مدوا ايديهم الي وخرجوني ومبعد طلبت منهم المكلوش فتهاطلت علي كمية من الاكل يعني كأن كأنني طفل راضي او كفل في عجري امي صراح ساعدوني في الخروج ساعدوني في الحالة هذه ويناء بكل ما يقدروا يعني ويعيطوا لبعض هات الخبز هات الوشكين عندهم يعني وينيدوا عليهم يعني هوا النقل انتاعهم هما يجي من هون جمعون حتى وليت يعني شبعت الحمد لله بما فيهم احنا جميعا في السبعة كامل جمعنا كمية كون كون يعني بشراعة قلت لهم ناني راني على وشك هكذا عمدل قلنا يعني بصوتي خافت قلت لهم بكل تحسر قلت لهم انا راني راح نموت راني راح نموت تم مددل ليلة سلسلالة وعطيني هكذا رفضوني جابوا السرير قبل ما يجيبوا السرير رفضوني على أكتافهم حملوني على أكتافهم في وسط الخرش في وسط الخرش لم سنت أكتافهم خاطر يجبوا وكتافي وجوني واحد الأفراد وقالوا ما شاء الله قوة سحة يرفضني كأنه لا فد واحد عنده صبي يعني يجري في العقبة خاطر بعض جابوا لي السرير ولا هكذا يجروا بي طالعين هكذا وهم فريحين ولا الحمد والأفرع في هذه الحال الحمد 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 وزادونا وقالوا واش تأكلوا واش تسربوا واش تأكلوا واش تسربوا وطالعين طالعين حتى وصلنا للخيمة على القيادة وهناك تمت الترتيبات حسنوا إلينا ما شاء الله يعني ما كناشا نصدقوا لا أنا ولا أصحاب يعني حتى ركمنا في السيارة ونتهينا إلى المقر هذا وينا وطبعا هنا على أنفسنا قالوا أنه رقم تحموا وتلبسوا ونكسوكم ونجيبوكم الطبيب وطبيب جاء الطبيب الممر من الوقت الذي خرنا من الغار جالينا وإنهم قالوا لأخوة جميع الذين رأيت قالوا هذه مرحلة زائلة تفوت بمجرد أن تأكل وتتحم وتلبس وترية وتضمين إلى نفسك وصلت لأني الحمد لله أنا خير بعيد بعيد على الحالة التي كنت فيها في الغار أو أخر ترجمة نانسي قنقر أمد